انا سام سام الصغير ولأسماء كثيرة دون هذه ففي كل مكان وزمان أعيش مع أشخاص بأسماء مختلفة لكن بعضكم يعرفني باسم السامل وهذا الاسم سماني به الشيطان الأكبر حليفي وصديقي القديم بعد أن كان يأتي في كوابيس الملك الذي كنت في زمانه وأخبره أن يسميني به وقد أتيت لك الآن لأخبرك بقصة التي لن يستوعبها عقلك الصغير فأنا لي حكاية أقرب للخيال وذكرت مع الأساطير وقبل أن نبدأ عليك أولا أن تنضم إلينا لأن ما سوف تسمعه مني في هذا الجزء ما هو إلا بداية لرحلتك في عالمي هل تؤمن بنظرية المؤامرة؟ أظنك ستؤمن بها بعد أن أفرغ منك بل أظنك ستذهب إلى أبعد من ذلك بكثير ليس إلى ما ذهبت أنا إليه بالطبع فأنا لي وضع مختلف بل أكثر من مختلف فأنا لو تعلم حقا ما هي حقيقتي لتهيبت مني نفسك وسقدت أمامي جافيا ولكن ليس هذا أوان الرعب مني وإن كان أوان الرعب صار قريبا قريبا جدا بل أقرب مما تظن فأنا هناك بعيدا مع صديق ساكن البرمود البعيد المغضوب عليه والمطرود مثلي من رحمة الله هناك بدأنا فعلا في مؤامرتنا الكبرى والتي لا يستطيع أحد أن يقفها تلك المؤامرة التي كلما تكلم عنها أحد نبذناه وشككنا فيه الناس أو ألقى به عملاءنا في غيابات السجون أو المتقلات أو في بطون القبور أو جعلنا منه مجدوبا ورمينا به في عنابر المجانين ماذا؟ هل التبس عليك الأمر؟ هل تداخلت التواريخ؟ هل فقدت الأمور ترابطها وصار الأمر أشبه بأحد قصص الخيال العلمي؟ ليس بعد يا صديقي لا تفقد صبرك فما سوف تسمعه مني سوف يريك كم أن كل الأمور من حولك خادعة وخائنة وأني أنا من يحيط بك من أمامك ومن خلفك وستعلم كم أنت أحمق ولذا إذا ما وجدت في حكاية أشياء تعرفها أو أماكن قد جلست فيها من قبل أو حتى أسماء لأشخاص سمعت عنهم أو عصرتهم فلا تدعي أنه تشابه أسماء وإذا وجدت اسمك فعلا أنك أنت المقصود والآن دعني أسألك من جديد هل تؤمن بنظرية المؤامرة؟ أقسم أمامكم بنفسي فلا أعظم مني عندي أن كل كلمة أقولها هنا هي صحيحة وأنكم سوف تجدونها عندكم في كتبكم وفي تاريخكم وفي الصحائف التي أملاها النبي إبراهيم على آزاد بن حارم بن صفور وخبأتها عائلة بالقدس تورثتها عبر الأجيال حتى يومكم هذا حتى صارت مع آخر نسل هذه العائلة مع حارسها أبو باسل عز الدين نور والذي قلبت عليه البلاد لأقتله وأحصل على هذه المخطوطات في الدليل الوحيد على وجودي فلم أجده وعلمت أن هذا ليس اسمه الحقيقي وأن آزاد بن حارم بن صفور وأبناؤه أقسموا أن يحموا المخطوطات مني منذ أيام النبي إبراهيم وحتى يحين وقتي ويهل زمني فهم وأنا نحي بأسماء غير التي ندعيها ولكن ببعض التمحيص ستستطيعون الربط بين الأشياء وبيننا ولت في مدينة السامرة بأرشاليم والتي صارت عاصمة اليهود بعد موت الملك سليمان وهي مدينة قديمة يعود تاريخها إلى سام بن النبي نوح صاحب الطفان فسام هو الذي بناها واستقر بها بعد الطفان وعطاها اسمه فكانت سام على اسمه ثم راه والتي تعني بالعبراني القديم مدينة ومن تلك المدينة القديمة كان اسمي الذي اشتهرت به السامري أما عن تاريخ مولدي فوقبل مولد النبي موسى بما يقرب من قرن كان أبي شيخا كبيرا طويلا قويا سمينا وأم قصير بدين عظيمة الفقدين تزوج من ثلاثين عاما ولم يولد لهما طفل وكان وثنيين في قرية وثنية تعبد البقر وفي كل بيت يوجد تمثال لبقرة كبيرة يضع عندها الناس قرابينهم فيأتي ساكن البرمود القديم صديق فيما بعد ليأخذها فيزدادون إيمانا بآلياتهم وبأنها تردى عن ما قدموا وفي ذلك البلد الكفور الغارق في الملذات والزنا واللواط الذي يحكمه حاكم إله وحيث يعبدون تماثيل البقر كان ما حدث ليلة سوداء لا قمر فيها تستطيع أن تسمع فيها تأوهات الغوان وأصوات الموسيقى الماجنة وسترصد أذناك تقارع الكؤوس في هذه الليلة كانت أم حيضا وأبي عائدا من سهرته سكرانا متطوحا ارتمى بمجونه أمام الإله البقر في صحن البيت ونادى يا إلهي العظيم يا من نقدم لك القرابين ونسجد عند أعتابك خاشعين أصبحت شيخا مسنا وزوجة عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ثم سقط فتقي أدما عندها ناداه تمثال الإله بصوته الرخيم لقد سمعنا الدعاء فادخل إلى زوجتك فواقعها في حيدها يكون لك ما تشاء قام أبي مترنحا مذهولا يتساء من أين أتى الصوت فلم تكن من قبل هناك أي سوابق لشيء كهذا ولكن لحق به سكره فألجمه وتجه من فوره إلى أمي فباشرها في حيدها فكنت أنا زاد إيمان أبي بربه فمع كل نظرة يلقيها على جسد أمي الضخم الذي زاده الحمل بقبحا شكر إلهه وقدم إليه القرابين وارتمع عند أعتابه دارعا وكان يشيع في كل وقت وهو في مجالس الشراب بالقرية كيف أن تمثال البقر كلمه وأعطاه ما تمناه وبالطبع كانوا يرمونه بالجنون ويرمون أمي بالزنى فيها مرت شهور بطيئة وأمي تشعر بثقل بالغ وبخوف مبهم وتهاجمها الكوابيس بلا هوادة حتى إنها زعمت أنها لم تنم قط منذ حملت فيها كم من مرة فكرت في أن تطعن تلك البطن بسكين كم من مرة سمعت من ناداها إنك تحملين في أشر ناس فأنت شر أمي لشر خلق الله كم صارحت أبي بذلك فلكمها أو صفعها وحذرها من يلحق بأي أذى وإلا فالموت عقابها الوحيد صرخت أمي والتي لم تكن على بر ولا خير من قبل ولم يرى عليها سابقة إيمان صرخت إني أحمل بطفل شيطاني أشعر بذلك وقالت مخاطبة أبي أعلم أنه سيكون أضر شيء لي ولك كان الحمل هو حديث المدينة ومحورة خريف القرية الماجنة حتى وصل الأمر إلى الملك الإله والذي أقلقه الخبر فطلب أن يأته بأبي فأتاه صاغرا وبعد ليلتين في سجن الملك عاد أبي مكسر العظام صامتا ومن بعدها لم يسمعه أحد بالمدينة يتحدث عن معجزة حمل أمي فيها ولا عن تكليم الإله له وولدت وكان أول ما سمعته في تلك الليلة اللعينة هو صراخ أمي وأول وجه ووجه القابلة المذور وهي تحدق في خلقة بشمئزاز وتحملني في تأفض لتلقي بي بين يدي أمي لتفر بعدها هاربة حتى دون أن تأخذ أجرها تلقاها أبي خارج الحجر المظلم أمام سحن الدار حيث يقبع تمثال البقرة الإله متسائلا فإذا بها تتمتم في فزع إنها لعنة إنها لعنة إنها نطفة شيطان أمسك بها أبي مفزوعا وهو يهزها خائفا ماذا تقولين يا امرأة ماذا تقصدين هاربت من بين يديه وهرولت خارجه وكأن شياطين الجحيم تطاردها وبخطوات مرتجفة تقدم أبي نحو باب الغرفة وعلى ضوء المشعل الخافت رأى أمي ملتسقة إلى الجدار تنتحب ورآني ملقى بلا غطاء على أرض الغرفة مد يده والتقط المشعل وقربه من وجهي ثم ارتد ساقا صوت بكاء أمي ونحيبها اختلط بشهقة أبي الفزع حين رأى وجهي مولود معيب العينين مشوه الخلقة تميم لا ترعى جمال المولودين حديثا مقبضا مخيفا إحدى عيني بلا لون والأخرى بارز معيبا كان صوت أمي أول ما قطع الصمت الفزع أرأيت هذا ما خبرت عنه نظر إليها أبي بقصوة وقال أصمت يمرأة وابن أيا كانت خلقته حتى ولو كان الشيطان ذاته ولم يكن يدر أن الشيطان ذاته كان مجاور لي في تلك الذيلة وعلى يديه نزلت وكانت أول نفخة في وجه نفخته وأول كلمة سمعتها كلمته أنا منك وأنت مني أنا لك وأنت لي سأنتظرك هنا حتى تجيء وحين موعدك سأنتظرك هنا في البرموضة القديم وببطء حملني أبي واتجه بي إلى صحن الضار ورفعني أمام تمثال البقرة وهتف مغاليا في الدعاء إلهي كما وحبتني إياه أنا أهيبك إياه هو لك وأنت له فكانت تلك موعدتي وكان ذلك حضي وكان لتمثال البقرة معي حكايات وحكايات فأنا منه وهو لي وبدأت القصة لم أكن أبكي وكأن لم يكن لي صوت قط ولا أتحرك كأني جثة هامدة تحملني أمي بعد أن خف جزعها مني وتغلبت عاطفة الأممة على مشاعر الإشميزاز التي ملأت عينيها وكلما حملتني أحستني ثقيلا رغمان حافة المفرطة تهزني لأتحرك كما يفعل الرضع في مثل السن أو أبكي أو أبتسم أو حتى أفتح عيني الوحيد العوراء البائسة ولكن لا شيء يحدث دائما ملقى على ظهري واجما شاخصا بلا صوت ولا حراك تلقمني ثدها فلا أفتح فمي تدفعه دفعا في فمي فلا أطعم إلا قليلا جدا ثم أغط في النوم وفي نومي أرى وأسمع وكأني لس بنائم أوجزت أمي مني خيفة وهرعت إلى أبي إنه لا يتحرك لا يأكل كمن في سنه لا يفتح عينه إلا قليلا افعل شيئا وأبي كما هو مع خمره وأصدقائه يروي النوادر ويعاشر الرجال مثله مثل جميع الرجال والنساء في السامرة هم جميعا أهل زنا ولواط يهز أبي كتفيه ثم ينتزع يديه من حول صديقه المخنث وينظر ناحية التمثال القابع في صحن الطار هو لك ففعل ما شئت ويعود إلى ما كان عليه أمي نفسها بعد بضعة أيام تناستني وكأنها وهابتني إلى المجهول وعادت لتشارك أبي مجونه وشدوده بل وتمادت هي في شدودها وكأنها تعود تلك الأيام التي قضتها بجواري تحاول أن تلعب دور الأم مع طفلها المنبوث القابع دون حراك شهور طويل وأنا في حال هذا حتى كان يوم استيقض أبي على صراخ أمي وهي تنتفد في فراشها كأنها تختنق محاولة تمزيق ملابسها من على صدرها ارتع أبي نادى عليها ووضع أذنه على صدرها أحس بنبضها ضعيفا وكأنه قادم من بئر سحيق ومع ضربات أمي على صدرها ومحاولة أبي اكتشاف ما يحدث إن كشف صدرها عن ثذين متورمين أحمرين لون وكأنهما يتحرقان وما هي إلا دقائق معدودة وسكن الجسد المتأرق وتوقفت انتفاضاته وصار بلا حياة قال الكاهن في المعبد العظيم لأبي إنها ماتت لاحتباس اللبن في ثذيها ثم أردف إن في بيتك شرا عظيما نظري إلى بين يدي والدي وأشاح بوجهه مشمئزا وقال أما زال لا يتحرك لا الآن يحرك يديه يشخص لأعلى ولا يأكل إلا قليلا ولكن قدميه على حالهما وكأنه مشلول ينام معظم الوقت ولا صوت له وصار أبي إلى تمثال البقرة في جوف المعبد وقال وهو يشخص ببصره نحوه سيدي هل هو غضب الآلهة على ولدي وكان الكاهن يرمي البخور على الحطب الملتهب في أحد جوانب المعبد الكئيب فارتعشت يده للحظة ثم نظر إليه وقال أي إله تقصد إن لي خمسين عاما كاهنا هنا ولم أرى من هذا الإله غضبا ولا نعمة خرج أبي يحملني وقد قاربت سني على العام ولم يشغل باله مطلقا بما قال الكاهن وبينما نحن في صحن الضار بعد أسبوع جاءت إحدى آهرات أبي وقالت أتعمه لبن الماعز ودعنا نتداجع بين يدي آلهنا العظيم لعله يسعد بما يرى منا وضعاني أرضا وبينما هما يتداجعان رأيت شيئا عجيبا رأيت وجها أسود قبيحا على جسد ضخم محدودك ويديني تكسوهما الشعر امتدت اليدان نحوي فحملتان فصرت كأني طائر وبينما هذا يجري رفع أبي ومن معه رأسيهما فرأيا ما يحدث وكأنما توقف الزمن لبرها وأنا طائر في الهواء متجها نحو تمثال الإله البقرة بين يدي ذلك المصخ الذي صار صديق وحليف بعد زمن طويل من تلك الحادثة واستقر جسدي بين رجلي البقرة وانتفض أبي واقفا عاريا وكذلك عاهرته واندفع نحو الإله وما يزال جسده يقطر عرق لمواقعة الدنس وسجد أمامه لا بل أمامي نعم لقد سجد أمامي وكذلك فعلت العاهرة وهي تغطي فذيها بكل سيديها وأمامي أنا الطفل الميت الحي آور العين سجد الجسدان العاريان بعدها كثر سوف يسجدون هل فكر أحدكم كيف كان العالم سوف يبدو دون الوهم كان سيبدو تافها علاميا لا معنى له فالقبح والجمال والحقيقة والمحال وكل حقائق الحياة وتخاريفها هي محض وهم فمن الوهم وجدنا وفي الوهم نعيش وبالوهم ندرك الأشياء من حولنا والوهم هو المحرك الأساس لحياة البشر هو قوت يومهم وهو الطموح والهدف الأسمى الذي من أجله يكملون المسيرة ولكن حذر من أن تلفت نظر أحدهم إلى هذا الوهم المحيط به فإذا فعلت ستدمر كل شيء بل ستدمر الحياة ذاتها أقسمت العاهرة إنها رأتني أطير نحو تمثال البقرة الإله وكذلك أقسم أبي وأنا أتحول من طفل أعور دميم مرفوض حتى من أبويه إلى مزار للناس ومصدر للبركة بل ربما تحولت فيما بعد إلى ما هو أبعد من هذا من يدري ربما يعبدوني بدلا من البقرة ذاتها أنا في عام الثاني وأنا ما زلت الطفل النائم المشلول يهرع إلى الناس ليتمسحون ويطفون أنا أصبحت حديث القرية وأسطورتها ولكم تحدث الناس بأمر في المجالس والطرقات بل وحتى في مجالس الشراب والعهر وفي مضاجع الشواذ والغواني فأنا المعين الذي لا ينضب من الوهم الذي يتغدى عليه التافهون كم يشبه حاله حال جدنا الأكبر سام ابن نوح ونفسه كان في مثل حاله لا يطعم ولا يشرب إلا قليلا ولم يتحرك حتى نزل إليه ملاك من السماء فعلمه السير ويرد أبي متفاخرا بل ابن أعظم من ذلك وإلا لم اختارته الآلهة ليولد بأمرها ولتحمله ليجلس بين أقدامها المقدسة لم يتعلم أبي شيئا من الأيام الماضية ونسي كيف علمه الملك في ليلتين أن يتوقف عن الكلام نهائيا لشهور وفي أمر أخف وضأة من طفل مقدس طار ليجلس بين أقدام الآلهة أيام قليلة لتؤكد الدنيا مدى شؤمي ونحس مقدمي إلى هذا العالم فهو أمر أبي يتحول إلى النقيد تماما بعد أن مال أحد مستشار الحاكم الإله على أذنه ليخبره عن استفحال أمري وعن مدى جنون الناسبي إلى الحد الذي وصل ببعضهم أن يقدم القرابين عند مهدي بل ومنادات بالطفل الإله وهل من إله غيري أنا الحاكم الذي بيد الملك أحي وأميت وإلي ترجع الأمور هكذا هتف الملك مغضبا وأردف في غضب هادر إلي بذلك الرجل الثرثار وليحضر بين يدي مكبلا في أغلاله ولنرى إذا كان رضيعه سوف ينقضه من بين يدي وهذه المرة لم يعد أبي لم يعد أبدا قالوا إنه بعد أيام قليلة في ضيافة الملك أقر بأنه لم يرني أطير بل أقر بأنه ليس بوالدي وأنني ابن زنا وأنه إن قال ما قال فقد كان فقط ليلفت أنظار الناس إليه وعندما حكم الملك الإله بكل عدل ووقار في إلقائه في النار لاحتياله على العامة ها أنا أضيع أبي كما من قبل أضعت أمي أم عن العاهرة التي شهدت معجزتي فلم يراها أحد بعدها ولم يسمع عنها أحد فكأن الأمر كله لم يكن فما أسرع أن ينشغل الناس بأمور أهم في قرية مثل قرية وقد كان إقامة المهرجانات وإلغاء بعض الضرائب كفيلا بعودة الولاء كله للملك الإله أما أنا فأخذت أتنقل بين آياد العاهرات ومن ثدي تلك لثدي تلك وأنا على حال لم يتغير شيء حتى كان يوم سحى الملك من نومه مرتاعا وجلا متعرقا أنهكه كابوس رهيب وجفم على نفسه فقد رأى فيها ما يرى النائم كيانا عظيما يجتم على صدره ويأمره في سرامة أكفل الرضيع في بيتك وكلما حاول الهرب منه فزعا طرده وجثم على صدره وردد أكفل السامر وظل هذا الحال طوال الليل حتى سحى على الحال الذي ذكرت سحى والكلمات تتردد في أذنيه والصوت لا يفارق ذهنه يا يا له من صوت عظيم الوطأ شديد السرامة وكأنه داخل عقلي داخل روحي وكأنه يطاردني ولا مكان للهرب حاول أن يتجاهل ما سمعه وجاهد لينسى الأمر برمته شغل نفسه بالملذات وقضى ليلة ساخبة بين أذرع خليلاته ونام سكرانا منحكا حاول أن يتجاهل ما سمعه وجاهد لينسى الأمر برمته شغل نفسه بالملذات وقضى ليلة ساخبة بين أذرع خليلاته ونام سكرانا منحكا وما إن أغمد جفني حتى وثب الكيان العظيم على صدره مرة أخرى بوطأة أشد وبلهجة قاسية وكأنه يعاقبه على تجاول أمره وهتف فيه صارخا بصوت أقوى من الليلة السابقة ألم أمرك أن تقفل الربيع في بيتك؟ قم فاقفل السامري قالها ويداه تعتصران فؤاد الملك والملك يكاد يختنق حاول أن يهرف فلم يستطع حاول أن يدفعه عن صدره ففشل انتفض مذعورا مختنقا وهو يصرخ صارخة مدوية وقام من فوره مناديا على حاشيته إلي بالرديع ابن الرجل جد السامري وأتوا به فورا ساعات قليلة وكنت بين يديه ملفوفا في لفافة قذرة ورائحة نفاذ بشعة اقترب مني نظري إلي والسبشع خلقتي ولكن كانت بشعة منظري أهون عليه من ذلك الكابوس اللعين في هذه اللحظة أيقن الملك أني شيء ما لسه مجرد رديع عادي وأيقن صدق الحكايات بخصوصي وعلم أنه مجبر على تربيتي وكأنه حكم صدر ولا مناصة من تنفيذه أمر حاشيته فإذا به أنظف وتبدى الملابسي وما إن أتى الصباح حتى تلقفتني الآياد لتفحصني ما بين أطباء وحكماء وكهنة أكد الجميع للملك أن لا علة به ومال الكهن على أذنه وتمتم ربما كان ما يذكرون وماذا يذكرون إنه كأبينا سام إذن أنت تقترح أن ننتظر ملاكا سماويا يهبط ليجعله يتحرك إليك عني أيها الغبي إنه مجرد طفل هو اقترب مني وهو يتمتم مغالطا نفسه نعم مجرد طفل تركون وحدنا فقط أنا وهو والصوت الصارم الجبار ما زال يأكل عقله وما زال يشعر وحشته وجبروته في قلبه ماذا تحمل لنا الأيام أيها السامري كان يخافني أشعر هذا فلقد تعلمت معنى أن يخافك الناس منذ نزلت من بطن أمي إنه ذلك الإحساس الكئيب بالرفض شيء لا وصف له إلا أنك تشعر أن عيون الناس تدفعك بعيدا جدا ما اسمك؟ لم يسموك سأسميك أنا من اليوم أنت سام الصغير وصار اسمي سام سام الصغير ولم تختلف حالي كثيرا ولكن العناية بي هي كل الاختلاف الذي حل بي صار لي وصيفات وأطباء ولكن لا جدوى من هلاجي فأنا أقترب من نهاية عام السابع ولم أبدأ أي مما يبديه أبناء سني فقط حالة لا نوم لا يقضى وكأني أحيا في عالمي الخاص ومع كل يوم يمر أزداد غموضا ويزداد الناس مني مخافة ورفضا حتى إنهم أشاع أني ممسوس بالجان حاول القهان علاجي ولكن بلا فائدة كانت عيون الناس من حوله مأساة الحقيقية ومعاملته من رفيق الممسوج بالخوف وعدم الفهم تأكلني أكلا كنت أشعر بها كأسياخ من نار تخترق جسدي كرهتهم قبل أن أفهم معنى الكرة وتدخم لدي إحساس عميق بأني مرفوض وقابلت هذا الرفض برفض مماثل ورغبت في دفعهم جميعا بعيدا عني كان جسدي الميت في حرب مستمرة مع عقل نابد بالحياة فصرت أسمع ما تتحدث به الوصفات وقد بدى مبهما أول الأمر حتى شعرت أني أفهمه شيئا بشيء ومنهم عرفت حكاية التي رويزها عليكم وصار تمرد جسدي علي ورفض أعضائي أن تستجيب إلي وكأنني مجون داخل نفسي دافعي لأن أنصت وأنصت فصار عقلي مشبعا بالأفكار ودارت داخل نفسي آلاف المحاورات العميقة ليبدو شكلي وأنا المسح بلا حراك متنافيا تماما مع ما يدور بداخلي فكانوا يصفوني بالميت الحي وأنا أكثر من أن أكون حيا وأبعد ما يكون على أن أكون ميتا فأنا أنبض بالحياة بل بما هو أكثر من الحياة فأنا سر الحياة ذاتها وذات ليلة حدث ما لم أجد له تفسيرا وإن كنت فهمته فيما بعد ففي تلك الليلة المخيفة والتي كانت توافق أحد المهرجانات الساخبة والتي كعادة أهالي بلادي امتلأت مجونا وعهرا إذ برجة عظيمة تضرب الأرض لتتوالى بعدها الرجات والهزات امتلأ الجو من حول بالهلع وأنا أرى كل شيء من حول ينهار ليس فقط قصر الحاكم حيث صرت أعيش ولكن في كل مكان فمن نوافد القصر العالية كان يمكنك أن ترى الأبنية تتهاوى في ثوان وكأنها ما كانت وحتما سيخترق أذنيك صوت صفير الريح المقيف الرهيب ففي هذه الليلة كان صوت الرياح كأنه يخاطب البشر ويصرخ فيهم إن كان للأصوات لون فإني أظن أن صوت الريح في تلك الليلة كان أسود وما بين صراخ الريح وصراخ البشر ولون السماء المختلط بسواد داكن كان نذير الشؤم يحوم لم ينفع الناس صراخهم ولم تنفعهم هرولتهم وإلى أين المفار وكل ما عاتوا فيه وعاشوا فيه وفسقوا فيه يتهاوى وكأن الأرض نفسها قد صارت ترفض كونهم يحيون فوقها والسماء بدت وكأنها ترغب بالفتك بهم رافضة أن تضلهم وأنا وحدي على سريري الصغير الكل هرب طالبا أن نجاة وتركوني إلا عين الملك التي نظرت إلي مطولا بينما كان كل شيء يتهاوى حولنا لحدات توقف فيها الزمن وكأنه يلومني على ما يحدث لحظات بدت كدهر لم يقطعها إلا عمود رخام ضخم هابط ليستقر على جسد الملك ليقضي عليه في لحظة أو أقل من هذا كانت عيني الواحدة الصغيرة ترصد انهيار الحوائط من حولي والأسقف ولكني لم أكن أشعر بالذعر كان الأمر بالنسبة لي وكأنه معزوفة خاصة وكأني قد فطرت على الهلاك والدمار فصار كأنه عادي بالنسبة لي كان مرأى الناس وهم يفرون يشعرون بسعادة بالغة بل وبنشوة صافية وبينما أنا وسط كل هذا شعرت بيدين حانيتين تحملاني لا لم تكون تلكم اليدين المشعرتين اللتين حملتان من قبل ووضعتان بين أقدام البقرة بل كانتا هادئتين رائعتين تبعثان في نفس شعورا عجيبا بالأمن والطمأنينة لأول مرة أشعر هذا الإحساس وربما كانت هذه هي المرة الأخيرة التي أشعر فيها هذا الإحساس كان كيانا بالغ الروع لم أرى ولكني أحسست أني أراه أبيض نورانيا صافيا مملؤا بالقوة والجبروت والراحة والأمان في مزيج عجيب من التداخل غير المتناقض وطرت في الهواء بعيدا بعيدا لأعلى ما يمكن لعين أن ترى وكأن أسبح في عالم خاص لا يقل روعة وجمالا عن ذلك الكيان الجبار الذي أشعره ولا أراه وفي الأسفل رأيت المدينة التي ولدت بها ولقيت فيها ما لقيت وكأنها تحمل لأعلى ثم تترك لتسقط في لحظة خاطفة مريعة مريرة ليبدو كأنها قد مسحت من الوجود وكأنها لم تكن من قبل قائمة هناك وبين السحاب كانت معزوفة أخرى تدوي في أذني كانت أرق وأصفى وأكثر نورانية وكان بيني وبينها سد عالم فأنا أسمعها وأحبها ولا أريدها أحسست تلك المعزوفة تطلبني تتمناني وأحسست أني أرفضها رغم راحتي فيها ولها وبها من فوق بدى كل شيء صغيرا دقيقا وبين مزيج وروعة تداخل الدفء والبرد بين الذراعين الحانيتين أعمدت عيني ونمت نمت كما لم أنم من قبل نوما حقيقيا تحفه المعاني العميقة للحب والدفء والقبول نوم أنساني كل ما مر وجعلني لس راغبا فيما سوف يأتي جعلني فقط أرجو دوام اللحظة وإقاف الزمن والسيقة نعم هكذا بنفس بساطة انتقال العين ما بين السطور السيقة وكان السيقاد هذه المرة مختلفا حقا فأنا هذه المرة مستيقد بحق واعن أرى وأسمع ولكن أين أنا حيث أنا مستلق أستطيع أن أرى ضوء الشمس ينفد من ثقوب صغيرة في سقف سخري تكسوه الخضرة في تداخل بارع ويداي حين أحركهما على أرضية المكان تغوصان في اليمال ناعم مريحة وأذنائي تلتقطان أصوات عجيبة أخذت أحلل كل ما أستطيع أن أراه أو أسمعه لكن لم أصل إلا لنتيجة واحدة أني لم يسبق لي أن رأيت أو سمعت مثل ما أرى وأسمع الآن ماذا أفعل؟ لم تكن بقوة كافية بعد كي أقف وأمشي كي أرى أين أنا على أي حال سأنتظر فأنا منسجم مع ما أنا فيه الآن وإن كنت أستغربه بعض الشيء وهكذا هدأت وأخذت عيني تنظر إلى السقف السخري ذي النباتات الخضراء والضوء يتلاعب بها في لطب حتى حدث ما أفزعني إذ اقتحمت الصورة رأس ضخمة تنظر إلي من أعلى فبدت نظرتها غاضبة نارية وكأنها تكن لي كل قره ومقت سرخت في صوت مكتوم وأنا أرى تلك الرأس المشعرة ذات العينين المحدقتين فيها وبتعب بالغ استندت إلى يدي الصغيرتين الضعيفتين ورفعت رأسي قليلا فإذا بي أرى ذلك الشيء كاملا كان يبدو كإنسان ولكنه أضخم مما رأيت عليه بشرا من قبل كثيف الشعر طويل الساقين عريض الجسم له ذراعان طويلتان متدليتان تخرج منهما أصابع طويل قوية ذات أضافر حادة كان ما تميزه فيه إنه قتلة كبيرة من الشعر الناعم الذي لا لون له أما بالنسبة لي فإنما يميزه حقا هو كرهه الشديد لي هكذا قالت عيناه ما زلت ضعيفا والنوم يداعب جفني رغم شغفي وخوفي لم أتمالك نفسي ولم أجد في نفسي رغبة في مقاومة النوم فاستسلمت له ورحت في نوم عميق نوم يقضى نوم يقضى بدت الأيام متشابهة وأنا ما بين الصيقاض ونومي ألمح أشياء تبدو مشوشة وكأن لحظة وعي الأولى كانت فقط من أجل أن أدرك أين أنا وأرى هذا المخلوق العجيب ولكن نومي ويقضت هذه المرة كان مختلفين فأنا أشعر بأشياء كثيرة في تتغير فبرغم نومي إلى أني أشعر بالصحة وأحس بأحد يكلمني ويلقنني أشياء لا أستطيع أن أتذكرها إلى أني أشعر أنها تنطبع في ذاكرتي لا أدري ربما سعدتها في وقت ما وكم من مرة أحسست بيد تستند رأسي وتدفع في فمي طعاما نعم كان أحد يطعمني ومع تعقبات الليل والنهار لمرات لا أملك أن أحصيها رأيت المخلوق قابعا عند باب المكان الذي أنا فيه ظهره لي ووجهه للخارج ماذا يفعل؟ هل هو يحرصني؟ لا أعلم لا أفهم ولكني أحس بأمن شديد سأنام قل ورائي أنا خلق الله الله ربي لا إله إلا الله أنا عبد الله أنا عبد الله ماذا يحدث؟ أحدهم يحرك رجلي بقوة هذا مؤلم مؤلم الله 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 ضع الألم كل شيء مشوش ضبابي أشعر الآن برجلي أشعر بنفسي أشعر بالخوف نهار الليل نهار الليل نهار صباح مختلف فهذه أول مرة أقوم من نوم جالسا لا مستلقيا نعم فأنا أستطيع الآن أن أجلس بلا مساعدة بل وأن أنهض أيضا ها أنا أقوم أقف استغربت إحساس الوقوف صارت فيي ارتعاشة خفيفة وإحساس بتقلبات في معيدتي تماست لم أدرك من قبل معنى هذه الكلمة ولكني الآن فهمتها استندت إلى أقرب حائط ومشيث من بعيد رأيت المخلوق على بابي نظر إليه وترك مكانه وذهب ماذا يريد أن يقول أي يريدني أن أتبعه أن أخرج من هذا المكان ماذا يوجد في الخارج شعرت بالتوتر ولكن تملكني الفضول سأخرج ألوان كلمة جديدة تدخل قموس حياتي ففي عالم من الألوان كان كهف الذي قضيت فيه كل المدة الفائتة جمال طاغي يطفو فوق الكلمات التي أريد أن أصف بها المكان الذي أنا فيه إنها جزيرة خضراء تنتشر بها النباتات والأزهار أشجار الفواكه تملأ حد النظر والماء يحد المكان في احتضان ما هذا ماذا أقول ما هذه الكلمات من علمني إياها من ذا الذي لقنني أن هذا هو البحر وتلك هي السماء وهذه هي الأشجار قبل أن يلقى بي هنا لم أكن أدرك إلا المقتى والقره والرف ولم أكن أدرك إلا ما هي القبح والآن أرى حيوانات تقترب مني بألفة تحاوطني بينما أسير وأطيار تطير من حولي وكأنها ترحب بي ماذا ألا ترى مذا قبحي ألا ترعبها عيني الواحد البشعة ما بالها لا تلقي بالا لما أنا عليه من سوء خلقة الآن أشعر أني لس أنا وأشعر بمشاعر حب تتدفق من حولي كما يتدفق الماء في هذا الجدول الصغير المجاور الكهف المخدوى الضر المطيل مهلا ولما أتصور أن هناك خطبا ما بي ربما كنت جميلا من البذل نعم إنهم يروني جميلا ولا يفرون ولا أرى في عيونهم ما تعودت أن أرى في قرية التي انطبقت عليها السماء ثم من أطبق عليها السماء ولماذا ربما أنا أطبقت عليهم السماء لأنهم نبذوني وجئت إلى هنا طائرا إلى حيث يراني الكل طبيعيا بل رائعا مدت يدي لألتقط بعض الفاكهة ولدهشتي لقد انفان الغصن لي أنحني لألتقط الفاكهة إنه يمتفل لأمري الكل يفعل ها أنا أشير لحيوان يبدو خطيرا أنيابه الحادة كاد تظهر من بين شفتيه يبدو وحشيا قاتلا وها هو يقترب امتفالا لأمري يتمسح فيه كأنه قبل بل ويلعبني وصدمتني الحقيقة أن كل ما هنا حولي في خدمتي لابد أنني شيء هام جدا ولكني لا أدرك حقيقة بعض أخذت أتجول مستمتعا بإحساس العظيم بنفسي أشعر بفخر وسيادة ومن حول خدمي من الحيوانات والضيور أشير لشيء فيأتيني أمد يدي للماء في الجدول فيقفز في يدي الكون كله ملكي وفي لمحة من ذكرى بعيدة تذكرت كيف سجد أبي والعاهرة لي وكيف سجد أهل قرية من قبل أحسب أن هذا هو قدري وأن هذا موضحي وهذا ما أكون وعلى البعد هناك قرب مجموعة من السخور رأيت المخلوق ينظر لي بعينيه ناريتين يرقبني وعيناه تقولان لي بلا أي كلام لس ما تظن أنه أنت إنهما تضعان في حجمي إنهما تحقران شأني أنا أكره هاتين العينين الآن أنا لا أنام مطلقا وهذا لا يشغلني بل إني لا أشعر بأي رغبة في النوم أقضي يومي كله في الجزيرة أرى وأسمع وأحفظ عيني تلتقط كل شيء وتسجل وأذني أيضاً عقلي يحلل كل شيء ويجد له سبباً تفاهم تام وانتجام مطلق هما ما بيني وبين كل مخلوقات الجزيرة وجسدي يكتسب قوة عظيمة فأنا الآن أستطيع أن أحمل السخرة الكبيرة بيسر وسهولة وأمشي لساعات بلا كلل وأتسلق السخور العالية وأقفز من شجرة لأخرى وعيني الواحدة ترى أبعد ما يكون وتلتقط أدق التفاصيل والليل والنهار يتعاقبان علي وكأن لا قيمة للوقت هنا حتى وإني توقفت من وقت طويل عن محاولة احتساب كم نهار وليل تعاقب علي وفي كل مرة أدلف إلى الكهب أجد مأكلي ومشربي بل حتى ملابس من فراء وأقمشة لا أدري من أين أتت أو من أحضرها ولو أني أظنه المخلوق المشعر الذي يرقبني دائما من بعيد وظل الحال هكذا لوقت طويل حتى كان يوم كان النوم قد عاودني ولكن في بطء شديد ولدقائق معدودة حتى وصل إلى ساعات قليلة لا تزيد عن ثلاث ساعات بعدها استيقظت في منتهى النشاط لأبدأ تجوالي اليوم في مملكة الجميلة وكنت لا أمل أبدا من تجوالي بالجزيرة فرحا بما أنا فيه من حضوة وتملك وأنا الذي قبل أن آتيها كنت مشردا تلتقفني الآياد في هذا اليوم لم أتوقف عن السير حتى أخذتني قدماي إلى طريق بين أشجار كثيفة لم أكن قد صرت به من قبل وهناك لمحت المخلوق واقفا على تلة عالية يشير لي أن أتقدم نحوه تملكتني الخيف لثواني ولكني قلت لنفسي لو أن كل من في الجزيرة يتأمر بأمري فلما أخاف من ذلك المخلوق وماذا قد يجعله مختلفا عن الجميع فاستجمعت شجاعتي وخطوت نحوه في خطوات وافقة صار أمامي دون أن يلتفت وأنا من ورائه مترقب أصعد طلال وأهبد وأنا لا أدري إلى أين يقودني حتى جاء بي إلى سخيرات متجاورة تختلف عن كل ما في الجزيرة من سخور كانت كأنها ألواح مرشوقة في الأرض وكان عليها بعض الكتابات بالطبع لم أستطع أن أعرف المكتوب فأنا لم أتعلم القراءة أو الكتابة بأي لغة بعد التفت إلي المخلوق وحدق في عيني بقوة فبدت لي عيناه كأنها بئر صحيق وتكلم ففهمته وكان صوته كأنه يدوي داخل رأسي كان صوته قويا واضحا صارما أنت الطفل الذي أنجاه الله تعالى من الخصف بأرض السامرة إذ قال لرئيس ملائكته جبريل يا جبريل إن هذا الطفل عبدي لكنه سيكون متألها علي في أخي الزمن الأرض وسيؤمن به بعض الناس ويتبعونه حتى أرسل عليه عبدا من عبادي يكون نبيا في زمن ووليا في آخر الزمان فيسومه سوء العذاب ويقضي عليه فارفعه من السامرة حتى يأتي زمنه ورفعك منها جبريل وأتى بك إلى هنا ورعاك بالأكل والشر وبدى صوت المخلوق أكثر قوة وهو يقول فيا سامري لا تخن عهد الله فإن كان ابن آدم زرع في قلبه الإسلام له والإيمان به ما دام على الفطرة وأنت وحدك هاهنا على الجزيرة الطيبة يأتيك أقلك كما تشتهي والكل من حولك مطيع وأنت تسير وترتع ما بك من داء وأذهب الله عنك ما فيك من عجز وضر فلا تكن إلا مسلما مؤمنا برب الكون الأوحد الذي لا إله إلا هو وصمت وبدى صمته قويا مثل ما قال قاطع ووافق لم أجد أمام تجهومه وصمته إلا أن أصمت خائفا وجلب تضاربت في عقل الأفكار وانفجرت ملايين الأسئلة ولم أدري بأيها أبدا لم يكن ما قاله منطقيا بالنسبة لي ولكن أي من أيام حياتي الماضية كان منطقيا وخرج صوتي مبحوحا وأنا أسأل في ظار من أنت أنا الجساسة آخر بني جنسي حملني جبريل إلى هذه الجزيرة بأمر لا لأكون فيها ما شاء الله لأن أكون وأن تقن الله بكل لسان لا أتكلم إلا أن يشاء الله فإن شاء أصمت صمته لا رد لمشيئته سبحانه ولكن لما أنت هنا أم من أجلي نعم أنا هنا لحمايتك حتى تشب وتقرر ما تريد أن تكون فأنت يا عبد الله على هذه الجزيرة مخير واجعل الله هنا كل ما حولك في خدمتك لترى فضل الله عليك وتعلم أن لا إله سواه وأنك لو لاه لكنت مدفونا تحت أنقاض السامرة فإن أنت اخترت أن تكون عبدا لله فأنت في رغب وعلى الله لك أن تملك في الأرض ويمكنك فيها بإذنه وإن اخترت أن تكون متألها عليه أخرجك الله من هذه الجزيرة وأخرك إلى أجل مسمى فلا يقدر عليك أحد إلا من ارتضاه الله وصلته عليك وتكون عند الله مذنوما كانت كلمات الجساسة تخترق قلبي وكأنها سيوف وتحتفر في شعوري وتجلد عقلي بلا توقف أحقا ما تقول وكأنها تقرأ ما في رأسي يدور أشارت إلي فتبعتها كالنائم حتى توقفت أمام الألواح وبدأت تلقنني الحروف وأنا أحفظ عنها ما تقول بسرعة كبيرة حتى تعلمت حروف الكتابة العربية والعبرانية في وقفتنا هذه ثم أشارت علي وقالت لي اقرأ اقتربت أكثر من الألواح والتي بدت الكتابة عليها وكأنها مكتوبة بمتاد عجيب غير أرضي وقد تناثر من حول الألواح هذا المداد فملأ الأرض بتراب من لون عجيب أخذتني أفكاري فهتفت بي متعجلة اقرأ وقرأت لا إله إلا الله الله وحده لا شريك له أنت رباك جبريل الأمين فلا تكن خائنا لعهد الله أنت وحدك في هذه الجزيرة كن واطعم كما تشاء من رزق الله وأنك ما تشاء وعبد الله على كل حال بتسبيح الوحدانية وهي صلاتك الله الملك الأحد لا والد له ولا ولد الله أكبر الله الأعظم الله الملك كن يا رجل الغد ابن اليوم ولا تكن رجل الغد في هذه الجزيرة في أي يوم لا كتاب لك إلا ما يأتيك به آخر الأنبياء في بداية آخر الزمان فإن آمنت به فأنت رجل الغد المؤمن بالله وإن كفرت به كنت رجل الغد الموعود بعذاب الله وإنك حاضر النبيين مسلمين لله فإن آمنت بما آمن به يسر الله لك الإيمان بالخاتم لمن سبق والعاقب لمن راح وإسمه محمد الأمين وإن كذبت بمن قبله فإن الله يغلف قلبك بغلاف الرين الأسود فلا يرى قلبك النوع ولا يرى عقلك إلا نفسك كهذا الملعون المطرود من رحمة الله إبليس الرجيم ساكن البيرمود القديم فتكون له قرينا ويكون لك مقارنا وساء قرين لمقارنه أن يكون الملعون الرجيم والملعون المنبوذ الذي لا يمس حتى حين في دار وحده في بحر ورياح وغد لا يرحم الله فيه المطرودين من رحمته كن يبن الجزيرة الذي رباه عظيم ملائكة الله مؤمنا بالله وملائكته ورسله وإلا فإنك في شر ويكون لك سجن ألف عام نذرك فيها وبشيرك تكذيب عرب مكة للنبي الأمين ومهجوره إلى طيبة طيبة أرض الشجر والنخل ويكون لك يد عليا يوم يقطع نخل بيسان في بلد إسراء النبي العرب ومعراجه وماء يفور وماء يغور بأرض زغر وطبرية وحرام عليك يومها أن تدخل مكة كرمها رب العالمين ولا طيبة إلا في بقعة أحد وهو جبل أحب الله فأحبه الله وأردفت في خشوع عجيب من أبارات شعرتها تكاد تديب ما حولنا من أحجار وسخور وهذا علم الله لك كتبه جبريل أمين الوحي وترك لك أثرا إلى جوار الصخر خاتما من أمين الوحي جبريل الأمين رسول الله رب العالمين قرأت وأعدت القراءة مرات ومرات وأخذت الجساس تشرح لي ما قرأت وأنا في دوامة تبدلعني وتدور به الآن صار كل شيء منطقيا الآن عرفت سري وإقنت قدري وعرفت مصيري ومرة أخرى شعرت بأن الجساس تقرأ أفكاري لأنها اختطفتني من أفكاري هذه وقالت في ثبات يا سامري لو أن الله أقر عليك مصيرك لما وهبك عقلا لتفكر ولما جاء بك إلى هنا لتكون وحدك بيدك أن تختار فيما بين أن تكون مؤمنا أو متألها ومطرودا من رحمة الله ومنذورا للعذاب وقد جعل الله لك عبادة سهلة صلاة تنطقها بلسانك وتكون تسبيحك ونجاتك وجعل الله لك عقلا عبقريا لتحفظ ما تسمع أو تقرأ ولتحلل وتتعلم ومضى الله في عمرك لتحضر ثلاثة من أنبيائه الكرام وحفظ عليك سنك الذي عليه تغادر هذه الجزيرة فلا تتغير صورتك ولا تشيل ولا يضرك بشر ولا ملك ولا مرض أما إن اخترت العسيانة والتمرد على ملك الملوك فإن علامتك ليلة لا تنام فيها بعدها تخرج من هنا فلا يكون لك حبيب ولا رفيق إلا إبليس اللعين ليكن موعدك مع عبد الله مسيحا يهبط على أجنحة الملائكة في آخر الزمان ما إن ينظر إليك إلا وتدوبك ما يذوب الملح في الماء تهرب منه فياب إلا أن يطعنك بحربته ويهلكك وجيشك بعباد الله يحبونه ويحبهم على رأسهم عبد المهدي من آل بيت آخر الرسل فتخلد في النار أما عني أنا فعلامتي معك ليلة تحاول فيها قتلي فأهرب منك فلا تجدني بعدها إلا أن يشاء الله وسكتت الجساسة وصارت لا تتكلم بعدها إلا من لغة الحيوانات وابتعدت أما أنا فوقفت وحد أتأمل الألواح وأثر الرسول صامتا تائها خائفا مترددا لا أدري أيهما كان أفضل لي أن أعلم مصيري وأدرك أني بيد الاختيار أما أن أبقى على جهلي لأسير طريقا كنت أحب أن أظنه مفروضا علي أسقط في يدي ليتني ما أعلمت الآن سيكون علي أن أختار أن أكذب وأصدق أن أصبح شيئا ما أو شيئا آخر عكسه وفي كل الحالات آر كل ما حولي خرافيا وغير مفهوم وغير منطقي ولكن مهلا ما هو المنطق من أين أتت تلك الكلمات على لساني ولماذا أجد الكثير من الكلمات داخل عقلي بعضها لأشياء لم أراها ولا أعرف ما هيتها بعد أشعر أني انقسمت إلى نصفين شخصين أحدهما يصدق كل كلمة نطقت بها الجساسة والآخر لديه شك في كل شيء حتى في وجوده لمن أستمع إن الضجيج يملأ عقلي وأنا الذي لم أعرف من قبل كيف الأفكار تتزاحم بل لم أعرف حتى سوى فكرة واحدة شغالتني طوال عمري وكانت سؤال لما أنا منبوذ والآن تأتي تلك الحيوان المشعرة لتهتفى في وجهي إنه خطأي أنا وأني من يجب أن أختار وأنا مصير بيدي وأن وأن ما هذا الهراء ولماذا أصدق هذا الكلام أصلا بل ولماذا أصدق أنها تكلمت ماذا لو كنت أتوهم ماذا لو كان كل هذا مصدره نفسي ماذا لو كنت أنا كل شيء حولي وأنا كل ما حدث وما سوف يحدث ما هو كائن وما سيكون ماذا لو أني صاحب كل شيء ومالك كل شيء وخالق كل شيء بدت الفكرة منطقية في هذا الوقت وبدت كذلك مريحة ما إن قفزت في عقلي ورددها لساني حتى تخضرت أعصابي وهدأت نفسي وامتلأت فخرا وزهوا وكبرا وابتسمت وابتسمت والتمعت عيني الواحدة حتى كادت تنير وشعرت أني قادر على امتصاص العالم من حولي يا لها من حماسة تلك التي اعتردتني ولم يقطع نشوتي إلا رؤياي للجساس بعيدا أمام قرص الشمس الذي يهبط غاربا فوق عالة تلتي يمكن أن تراها العين في هذه الجزيرة كانت بعيدة ولكني أعرف أنها تراني تنظر إلي تكرهني قلت لنفسي لو أني حقا خالق كل ما حولي فأنا لا أظنني قد خلقت تلك حتما خلقها غيري أرقني شعوري أن لا سلطة لي عليها خلافا لكل ما هو حولي على الجزيرة وأوجدت منها خيفة وبدت لأنها القوة الطبيعية المضادة والتي تنكرني وتنكر مقدرتي وفكرة الجديدة في تأليه نفسي ثم ذلك الكلام الذي قالته وتلك الحروف التي علمتني إياها وذلك المداد على الأرض بجوار الألواح ما كل هذا ربما علي أن أتأنى بعض الشيء بالطبع ليس لأنها على حق فهي ليست على حق بل لأني أنا أريد أن أتأنى مر الوقت بطيئا كئيبا كأنه يجلدني حاوطتني الأفكار وتلاعبت بي وكل ما هاربت مني لحقت بي في إصرار وبدت كأنها تتمكن مني فتتغلغل داخلي عابرة جلدي وكأنها دوامات مائية صغيرة كتلك التي تعودت أن أراقبها كل مقيب من أعلى السخر المطلة على البحر ترى ماذا وراء تلك الأمواج المتلاطمة وأي مصير ينتظرني وبأي طريقة سأخرج من هنا عابر جبال الماء المتلاطمة من حول جزيرتي بدت كل الأفكار متشابعة وأنا ما بين الشك واليقين ما بين إيماني بنفسي ووقع كلامي الجساسة علي لسبب ما أجهله كان لساني يتحرك بالتسبيح الذي علمتني إياه لسبب ما لا أعرفه كان وقع لفظ الله الذي صاحبني في نومي الطويل محببا ويمدني بشعور أشبه بذلك الشعور الذي تغمدني وأنا بين يدي ذلك النور الطائر الذي عبر بالسماء يوم خسف السامرة ولكن أيضا لسبب أجهله كنت أتحكم في نفسي وفي لساني وفي مدى تقبلي لذلك الشعور فكنت أحاربه أقاتله أمنع نفسي عنه وكلما تمكنت من منعه زاد شعوري بالتفوق وتضخم إحساسي بنفسي وبما أنا عليه من قوة وسطوة وملك ودنت فكرة أني محور كل شيء مني شيئا فشيء حتى توقف لساني عن الذكر وقلبي عن التفكر وأصبحت الفكرة الكبرى التي تسيطر عليها هنا هي كيف سأغادر هذه الجزيرة نحو مستقبل القادم وكيف سأغير الدنيا التي لا أعرف معالمها لتصبح في قبضة يدي تماما كما أستحق أنا الذي سجد له الناس رضيعا وأطاعته المخلوقات هنا مرت الأيام تباعا وأنا ما بين تلك الأفكار المتضاربة وعين الجساسة التي توقفت عن الكلام تماما تتابعني بالسمرار وقد بدأ عليها الاهتمام وهي تراقبني ألتقط أشياء عدة من أماكن متفرقة من الجزيرة وأضموها لكهفي وأكاد أقول أني لمحت إعجابا في عينيها المرعبة بعدما رأت كيف أني صاحب العين الواحدة قد صنعت أشياء عدة لا أدري لها إسما منها ما يحميني من حرارة الشمس والأمطار والتي غالبا ما كانت تفاجئني ليلا على غير انتظار أو عندما صنعت مقاعدا للجلوس من أقصان الشجر والفروع الضعيفة بدأ إسراري على خلق سبل لراحتي بالنسبة للجساس مثيرا للإعتمام ويا لا تدري ماذا حقا يدور في رأسي كانت دائما تعاملني بحذر وتتفادى الاحتكاك بي ولكني كنت دائما أحس أنها تراقبني أرقني هذا الشعور في بادي الأمر إلى أنني ما لبثت أن اعتدته كان إيماني بنفسي يتعادم يوما بعد يوم وكفر بكل ما قالته الجساس يتعادم كذلك كنت أقضي اليوم بطوله في ترحال الدائم الشغف مما حولي وأفكار الابتكارات التي تكدس بها كهفي تهاجمني كومضات مع كل طرفة عين وكلما رجعت إلى كهفي وجدت طعام وشراب في مكانهما المعتاد وبدأ كل شيء طبيعيا حتى كانت ليلة كانت ليلة مظلمة لا قمر فيها ولا نشو على فيها صوت الريح كصراخ حزين لا ينتهي ملأت الغيوم السوداء السماء وترابطت وكأنها حائط ضخم من خوف وحزن فقلت نفسي بالكآبة وامتلأت نفسي بالخوف فاجأتني الأمطار وأنا أتنقل بين الصخور وقد تملكتني ميول للمعرفة والتعلم بدت كعطش زائد لا يرويه ماء مطر عجيب غزير تحركه رياح باردة في كل اتجاه ومع حركة الرياح يضربني المطر كسياط اللاذغة ويدفعني الهواء البارد في صدري وكأنه يكرهني تعالت الأصوات والأضواء المتقطع من حولي في كل صوب وكأنها الطبيعة ثارت علي مؤكدة أني لست خالقها ولا محركها كما تعودت عن أظن ليلة ذكرتني بليلة خصف السامرة نعم ما زلت أذكرها ولا أستطيع أنساها بلوعي وجدتني أتحرك في خطوات مسرعة لتتحول خطوات إلى عدو عدو مجنون بلا توقف وبينما أنا أعد وأعد تعال الأصوات الساخبة من حولي وتتداخل في مزيج من سخط صاف لا يرحم وبين الأصوات صوت واضح ثقيل له ثقل الجبال يهتف بلهجة آمرة أسجد لربك يا سامري أسجد لربك يا سامري كنت أهرب من الصوت وكأني أهرب من نفسي أخلع عني جلدي ولحمي وعظامي أطيع ربك يا سامري قل لا إله إلا الله أنتق بالحق يا سامري أعدو أكثر وأكثر وأكثر لا مفر من الله إلا إليه فر إلى الله يا سامري لا تطع نفسك لا لا أي لعنة مجنونة تطاردني هذه الليلة أتركني أتركني برق رعد برق ورعد جنون مطبق وساخب كنت أقطع خطوط الأمطار الثقيلة وأصطدم بها وكأني أصطدم بحائط صلب الواحدة والآخر وعواء الرياح من خلف يخترق قلبي ويدعني في مكانة التي أرفضها كانت ظلام دامسا وما عدت أرى أي شيء أمامي وبلا وعي إن زالقت قدمي ووجدتني أسقط وأسقط وأسقط استضمت بعشرات الأشياء في طريق سقوطي أغصان أحجار مزقت وجهي أشواك النباتات وأنا أواصل السقوط بلا توقف أسقط وأسقط وأسقط أصطدم وأجرح ويدمى جسدي استضام أخير تهتز الرؤية تسكت الأصوات يتوقف كل شيء أغيب عن الوعي ومضة ضوء الضوء يقترب يقترب هو ليس ضوء بل هو نار كتلة لهب مشتعلة تقترب أكثر فأكثر أنا أنتصب واقفا كأنني أطفو أطير يواجهني شخص يتكون أمامي من الكتلة المتهبة أشعر أني أعرفه إنه إنه كل شيء مشوش أحس بأنه يحدثني كلماته تسقط داخل رأسي مباشرة أسمعها بلا صوت كأنه يهمس في عمق أنت لي أنت لي أنا في انتظارك يا سامري هناك حيث الريح ورياح وغد لا يرحم أنت لي يبتعد في بطء للخلف ولكنه لا يسير وصوته مع بعده يبدو أعلى وأعلى صورته تتضح شيئا فشيئ أنا أعرفه إنه إنه أنا ضوء مفاجئ يخترق عينك السياخ النار السيقد أنتفض واقفا ألهث بقوة أين أنا أنا في كهف من حملني إلى هنا ألتفت في سرعة نحو باب الكهف ضوء النهار يأكل عيني الوحيدة في نهم أرىها الجساسة تلك الرائعة البشعة لابد أنها من حملني إلى هنا ألمس جروح وجهي فأجدها قد غطت بمعجون له رائحة نفاذة إذن هي حقا تعتني بي اقتربت من ظهرها الذي يواجهني في وقفتها المعتادة عند الباب كما أود أن أقتلها أقترب في بطء تلتفت هي بحدة لما؟ لما لم تؤدي صلاتك؟ إذن أنت تنطقين ثانية كررت سؤالها لما لم تؤدي صلاتك؟ قالتها في عنف بالغ ولهجة قاسية رضت بغضب بالغ هذا ليس من شأنك هل تظنين أنني صدقت تخاريفك؟ هل تحسبين أني غير مدرك لما هيتي؟ اسمعي إذن أيتها المتبطرة على خالقك أنا كل شيء وأنا صاحب كل شيء بداية كل شيء ونهايته كل شيء هنا يتأمر بأمري وأنت ما أنت إلا شيطانة خرجت على أمر سيدها وخالقها أتظنين أنك قد تتحكمين فيها أنا سيدك؟ كان غضبي عظيما وصوتي هادرا وكانت الجزيرة بأكملها ترتج لكلماتي أما الجساسة فكانت ثابت بعينها النار يتحدق فيها وفي لحظة خاطفة انقضت علي وهي تهدر بزائر قوي وبدت أنيابها المرعبة في مواجهة وجهك أبشع صور للرعب على الإطلاق شعرت أني أتهاوى ويداها تتلقفانني شعرت أني أغوص بين شعرها الكثيف وهي تحملني وتعد بقافزة فوق السخور في قفزات واسعة عابرة التلال والأنهار لتستقر بأمام الألواح وتلقي بأرضا في عنف وتصرخ بي اقرأ ما أنا بقارئ تزأر في عنف ووحشية بالغة في وجهه ثم تعيد آمرة اقرأ كان الخوف يتملكني ولكن تملكتني رغبة عارمة في أن أتحداها فهتفت فيها في تقبر لن أقرأ لن أقرأ صمت وكأن الكون بأكمله يشاركنا صمتنا يا سامري أنا لك ناصحة لا تخن عهد الله أدي صلاتك وسبح اسم ربك ولا تكن كإبليس الذي أبقى عن أمر ربه لا تتكبر على رب السماوات والأرض وعلم أن لك آخرة وأنك ملاق وعد الله حقا أصمتي لا أريد أن أسمع شيئا من هذا أسد أدني بكلتا يدي وهي تكمل مشيرة نحو المداد المتناثر على الأرض يا سامري قد جعل الله لك معجزة وإشارة غبار من أثر الرسول جبريل الأمين ما إن تلقيه على ما لا روح فيه حتى يرد حيا بإذن الله جربه يا سامري وامثل لأمر ربك فإن أنت رأيت وصدقت وسجدت لله مسبحا كان لك ملكا وقربا ومددا وإن أنت رأيت بعينيك وكذبت كانت عليك وبالا وحسرة وغشاوة فلا تؤمن حتى ترى العذاب الأليم يصبح الصمت معذبا عندما تسكت الجساسة فها هي تعطيني ظهرها وتبتعد قافزة من حيث أتت تاركة إياي في حيرة أمام الألواح واقفا بلا قوة أحدق في المجهول والأرض تبتلعني وتلفظني مرات ومرات بلا توقف في خطوات مرتعشة أقترب من الألواح وأتأملها وتمتد أسابع المتشنجة كجدوع النخل لتلتمس المداد البن المائل للإحمرار في رهبة ناعم خشين ذو حرارة هو من ملمسه يبدو مليئا بالحياة كمن تطارده الشياطين جمعت في كف ما أستطيع حمله وغادرت مصرعا نحو كافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر